نشرت منظمة التضامن القبطي بياناً موقعاً من قبل برلمانيين ومشرعين سابقين ومجموعة واسعة من الخبراء الأفراد يحثون فيه على إعادة البطرياركساكو إلى منصبه كرئيساً للكنيسة الكلدانية وقد أعرب الموقعون عن دعمها من غبطته الذي يكرس جهده للدفاع عن طائفته المضطهدة وحماية ممتلكات المسيحيين العراقيين وممتلكات الكنيسة الكلدانية ووصف البيان البطرياركساكو بأنه كان مدافعاً قوياً عن الحرية الدينية لجميع الشعوب وعرب الموقعون عن اعتقادهم بأن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد والذي جرد البطرياركساكو عن صلاحياته سيدفع الكثير من المسيحيين في العراق إلى الهجرة القصرية من أجل الاستلاء على ممتلكاتهم كما دعا الموقعون إلى عودة البطرياركساليماً إلى مقره في بغداد وتوفير الحماية اللازمة له حتى يتمكن من القيام بدوره الديني والروحي فضلاً عن واجباته الإدارية في الإشراف على ممتلكات الكنيسة الكلدانية